هلا والله حبايب قلبي كالعادة رحت السوق المستعمل وليقيت هذا الكيبورد شكله عجبني وكلش يعني شكله غريب فقلت خل اخذه واشوفه يشتغل او لا واذا ما اشتغل احاول اصالحه وعملت على سعره طلع سعره بقلب دينار عراقي هسه اجي بمرحلة الفحص نجي نفحص الكيبورد ومثل ما جاء اشوفون ماكو اي استجابة ويعني ماكو اي انارة تشتغل بالكيبورد فبهذا الحالة لازم افتح الكيبورد واشوف شنوء الاشكالي بي واقدر اصلحه او لا هذي الخريطة الخاصة بالكيبورد بعد ما انتبهنا على الخريطة ما بيها اي مشاكل فقلت احتمال الخلل من الواير فراح ابدل الواير الخاص بيها فهنانا جبت واير متكون الاربع اسلاك ابدي بمرحلة الربط المباشر بعد ما خلصنا من ربط جميع الاسلاك ابدي ارجع الغراض الخاصة بالكيبورد وارجع مباشرة اشد البراغي جيت فحصت الكيبورد ومثما جا شوفوه يطلع النار باللون الاخضر فس خليت على اللابتوب ما يكتب ابد ما عرف شنو الاشكال اللي يعرف خليكتب لي بالتعليقات حتى عرف شنو السبب